وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصول من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وحوى جميع الملك والسلطان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رأينا في اللقاء السابق كيف فسر يوسف رؤيا صاحبه في السجن بأن الساقي سيعود لوظيفته والطاهي سيقتل وكان كما قال عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وظن هنا في الآية بمعنى تيقن وليس بمعنى شك والظن يأتي على وجوه بحسب القرينة الشك والتهمة والحسبان والكذب واليقين القرينة هي من تحدد المعنى مثل قوله تعالى يثني على المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ويظنون هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين الجازم أي الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ما للذي قال اذكرني عند ربك يوسف عليه السلام ولمن قال ذلك للذي ظن أنه ناجم منهما وهو الساقي لأنه سيعود إلى وظيفته في قصر الملك بعد ثبوت براءته وماذا قال يوسف للساقي قال اذكرني عند ربك وربك في سورة يوسف تطرق على السيد المالك بقرينة كما شرحنا ذلك سابقا والمقصود هنا الملك الكبير ملك مصر آنذاك ابن أبي حوتب ماذا يريد يوسف من الساقي؟ يريد أن يوصل للملك بأن في السجن مظلوم اسمه يوسف وبلغتهم آنذاك يزرسيف وفي هذا دلالة على جواز الأخذ بالأسباب وهو من السعي في الأرض المأمور به وهل فعل الساقي ما طلب منه يوسف؟ لم يفعل ليس خبثا منه وإنما فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى الشيطان الساقي الناجي أن يذكر للملك اللي هو ربه قصة ظلم يوسف في السجن والنتيجة فلبث في السجن بضع سنين يوسف لبث بضع سنين خارج الساقي من السجن ومع فرحة نجاته من الموت وفرحة خروجه من السجن وفي زحمة الحياة نسي حكاية يوسف ولم يتذكره لفترة طويلة هذا هو التفسير المستقيم مع السياقي واللغة وحال يوسف عليه السلام ويرى بعضهم بأن طلب يوسف من الساقي أن يذكر مظلمته عند الملك تسببت في بقائه في السجن لبضع سنين والبضع كما قلنا من ثلاثة التسعة وقالوا مكث السبع سنين يقولون بأنه عقاب من الله تعالى ليوسف عليه السلام كيف يا أخوانا؟ قالوا لأن اتصال النبي لابد أن يكون بالله وحرص يوسف على إيصال مظلمته إلى الملك عن طريق الساقي كأنها ضعفت من إيمانه بالله والتوكل عليه فصلت الله عليه الشيطان وعاقبه بزيادة سجنه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يعني فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه وليس الساقي ولا أميل إلى هذا التفسير البتة وهو قبيح في حق يوسف الصديق عليه السلام وهل اتصل يوسف بغير الله تعالى؟ وهل ترك يوسف ربه أو نسي لما وص الساقي لرفع الظلم عن نفسه؟ وهل فعل يوسف ذنبا يعاقب عليه بزيادة سجنه؟ النبي كغيره من الناس مشروع له أن يأخذ الأسباب الشرعية لإيصال مظلمته إلى من يتوقع أن يقدم له المساعدة فيها شيء ويوسف عليه السلام حريص على الخروج من السجن لمبرر مبرر انتبه لمبرر مبرر وهو تبليغ الناس دعوة التوحيد إلى الله تبارك وتعالى وقد بدأ دعوته إلى الله في السجن ويطمع في استكمالها خارجه والشيطان بطبعه يكره الوفاء بالوعد فأنسى الساقي الناجي تذكير سيده بيوسف حتى لا يفي الساقي بوعده فأنساه الشيطان ذكر ربه إنها موجهة إلى الساقي وليس إلى يوسف عليه السلام الشيطان ينسي الإنسان فعل الخيرات؟ نعم ويذكره المنكرات؟ نعم هذا عمله وهذه وظيفته وهذا وعده الذي قطعه لربي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولكن ليس مع الأنبياء والمرسلين لا فإذا تغلب على صفوة خلقه أنبيائه ورسله فمن ذا يقف أمامه؟ وأما من قال بأن يوسف أضع فصلته بربه واعتمد على الساقي في إيصال مظلمته فعاقبه الله بالسجن بضع سنين ففيه إساءة أدب مع نبي عظيم كريم كيوسف وقد خانه التعبير ولا أشك في ذلك طرفتعي اشتهر يوسف عليه السلام بقوة إيمانه وقوة صلته بربه وهو من يذكر أهل السجن بالله حتى يأتي من يقول بأن الله عاقبه بمضع سنين لأنه وص الساقي أن يذكر به عند سيده والغريب أن الساقي نفسه هو من كان سبباً يخرج يوسف من السجن لا إله إلا الله والذكر بعد أمه يعني تذكر الساقي يوسف بعد فترة من الزمن لما رأى الملك رؤيا وطلب مفسراً لها فتذكر الساقي يوسف وذكره عند الملك فأخرجه من السجن وخرج يوسف بنفس العداة التي عيبت عليه لا إله إلا بنفس العداة فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى الشيطان الساقي ذكر قصة يوسف عند ربه وسيده الملك وبيده قرار إخراج يوسف من السجن أو بقائه فترك يوسف في السجن فمكث بالضعسيني وخلاصة القول في نقاط لأن الموضوع هذا مهم بالنسبة لي أولاً الاعتماد على أحاديث واهية ضعيفة متهالكة لا تحك بها جلداً ولا تقص بها ظفراً خدش في سمعة الأنبياء والمرسلين فلنتنبه ثانياً كيف يصلط الله الشيطان على نبي من أنبيائه المخلصين ليحول بينه وبين ذكر ربه والله تعالى يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة فهل يوسف النبي من عباد الله أم لا؟ وهل يستطيع الشيطان التسلط على نبي من أنبياء الله؟ وهو لا يستطيع التسلط على عبد من عباد الله المخلصين؟ يستطيع الوسوسة؟ نعم يستطيع التسلط؟ لا ثالثاً بالسجن الذي فضله بنفسي وقال رب السجن أحبه إلي مما يدعونني إليه رابعاً يقول يوسف عليه السلام أذكرني عند ربك عند مولاك الملك والقرآن يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني مولاه الملك ربك وربه مترابطتان تعني الملك مولاء الساقي فلو أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه يعني ذكر خالقه سبحانه كما يزعمون لقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر الله وليس ذكر ربه لماذا؟ حتى لا يقع اللبس بين ربه الملك الحاكم وربه تبارك وتعالى والقرآن لا يقع في مثل هذا اللبس أبدا خامساً يقول أصحاب هذا الرأي بسبب غفلة يوسف وحاشاه أقول وحاشاه أنساه الشيطان ذكر الله فزيد في سجنه والسؤال لو خرج سريعاً من غير دليل على براءته أين سيذهب عليه السلام؟ لم يعد له مكان ولا مكان في قصر الوزير إيو الله وقتها طبعاً وسيكون منبوذاً مهزوماً متهماً في المجتمع فأين يذهب؟ وهو عبد رقيق سجين متهم في أعين الناس فأبقاه الله في السجن حتى يرى الملك رؤية السبع بقرات ويحتاجون اليوسف في التعبير وتبدأ براءته في الظهور ويخرج من سجنه بكل عزة وكرامة ويجد له مكاناً يؤوي بل مكاناً يكرمه كما سيأتي ولذلك استبقاه الله في السجن إلى حين رؤي الملك وليس لأنه نسي ذكر ربي فعقبه بزيادة سجنه سادساً يقول تعالى وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهِ اَدَّكَرَ يعني تذكر تذكر الساقي بعد فترة من الزمن وصية يوسف وطالما أن الساقي هو من تذكر إذن هو من نسي وطالما أنه من نسي فالشيطان الذي أنساه كما في الآية الكريمة فأنساه الشيطان ذكر ربي وخرج يوسف من حسبة النسيان والحمد لله على البيان وانظر إلى دقة القرآن الكريم حينما يتكلم عن حاكم مصر في عهد يوسف عليه السلام يلقبه بالملك وقال الملك إني أرى سبع بقارات سمان وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي وحينما يتكلم عن حاكم مصر في عهد موسى عليه السلام يلقبه بالفرعون وليس بالملك فيقول تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق في عهد يوسف لقب حاكم مصر بالملك وفي عهد موسى لقب حاكم مصر بفرعون والسبب بسيط لأن يوسف عليه السلام قدم إلى مصر قبل غزو الهكسوس لمصر وكان الحاكم وقتها يلقب بالملك وبعد فترة ليست قصيرة تغير الوضع والحكم فصار الحاكم في عهد موسى يلقب بالفرعون والقرآن الكريم فصل بين الزمنين واللقبين بدقة متناهية فسبحان الله ما أدق كتاب الله تلاحظ يا رعاك الله بأن سورة يوسف تدور حول الرؤى والرؤية وتأويلها بدأت السورة بإني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين ثم كذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ثم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمهم من تأويل الأحاديث ثم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ثم يوسف وصاحباه في السجن يطلبان منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين وأول رؤياهما واحد نجا والثاني هلك وفي آخر القصة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ولو سميت سورة يوسف سورة الرؤى لما ابتعدت عن الحقيقة وبطل هذه السورة العظيمة وما فيها يوسف عليه السلام وتأويل الرؤى بالمعجزات في مكانه مصر وفي زمانه الذي عاش فيه وليس في مكان وزمان آخر لأن الشعب المصري آنذاك كان شغوفا بتأويل الرؤى كما تلاحظ في سورة يوسف ولم يستطع أحد أن يفسر رؤيا الملك يوسف فأصبحت معجزة خاصة به في مكانه وفي زمانه الذي عاش فيه حتى لا يعترض من يقوله لكن التأويل الرؤية ليست خاصة بيوسف وكثير من الأنبياء فسروا الرؤية وأولها يوسف ليس في حاجة إلى معجزة كما سبق وتكرر لأنه ورث النبو من أبيه يعقوب ويعقوب من أبيه إسحاق وإسحاق من أبيه إبراهيم وإبراهيم بتحقق معجزة سلامته من الحريق الهائل في النار ولكن يوسف احتاج لمعجزات فوق الوراثة لأنه خرج من بلاده كنعان وفي مصر لا يعرفون يعقوب النبي ولا يوسف الوارث للنبوة فكان لابد من دعمه ببعض المعجزات ليصدقه الناس ولأن بعضهم حاولت تشويه سمعته وهو في السجن فاحتاج إلى معجزات تؤيده وتدعمه فمده الله بتأويل الرؤية الصحيحة وبجمال أخاذ كمعجزة يروح ويجي حسب الحاجة وبالعلم والصبر والحكمة وكان بعض الأنبياء يفسر نعم كان بعض الأنبياء يفسر الرؤى لكنها لم تكن برهانه الأول عما يوسف فاتخذها طريقا له في إقناع الناس بدعوته إلى الله ولذلك نجى الله تعالى مصر وشعبها وحكامها ودوابها من الهلاك بتأويل يوسف لرؤية الملك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصول من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيانه قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وحوى جميع الملك والسلطان ترجمة نانسي قنقر